اشتركوا في القناة 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 نجح الكلام ده الفترة بس رجع تاني اسعار النفط ترتفع جو بايدن قالك لا انا هروح لايران ايران قلد اعدائي انا كنت اواخد قرار ان انا لو ما تمش توقيع الاتفاق النووي ده انا هفرض عقوبات على ايران انا هحقزي ايران والكلام ده كله ايران ما وقعتش لحد دلوقتي الاتفاق النووي وجو بايدن نايم معمش اي حاجة ولا انهى الاتفاق النووي ولا قالك هيتعمل او مش هيتعمل معمش اي حاجة مدي مش بس كده غمد عينه عن صادرات ايران النفطية قالك باش خليهم يصدروا ولا احنا شايفين حاجة ولا هم عارفين ان احنا شايفين خليهم يهربوا للنفط وخليهم يصدروه مش مشكلة ينزلوا اسعار شوية بالفعل ايران بتاعت تصدر وعاز اقولك ان الايرانيين فرحنين جدا ودي من ضمن الحاجات اصلا اللي مش بخليهم هم عاوزين يوقعوا على اتفاق النووي يعني هم شايفين ان هم بيصدروا يوقعوا ليه على اتفاق النووي فيعتبر كده ان جو بايدن لجأ الاسوأ الحلول واكثر الخيارات اللي ممكن يلجأ لها لتخفيض اسعار النفط وبرده مش بينزل بس حصلت حاجة مهمة ممكن تكون تأثر على اسعار النفط وهي اللي بيحصل في تشانجهاي الصينية وطلع دكتور فاوتشي في الادارة الامريكية اللي هو يعتبر مسؤول محاربة كورونا او اعظم طبيب داخل الادارة الامريكية الحالية اللي فاهم في كورونا ده اللي فاهم في بيتلابيات كله في موضوع كورونا ده طلع قالك كورونا في الصين خرجت على السيطرة والموضوع هناك كارسي وهيأثر جامد جدا على الصحة العالمية وممكن يأثر على الاقتصاد الصيني بشكل كبير حقيقة ده كلام دكتور فاوتشي حقيقة ان لما طلعت البيانات والتقارير عن الاوضاع في تشانجهاي وكورونا العالم كله خاف من الركود فبتاكت اسعار النفط تنزل الا ان الاتحاد الاوروبي لجأ لخيار خطير شوية وهم عامل ايه قال لها كباشا بص احنا هنقطع النفط بتاع روسيا ده مش حاوزين ايه يعني ايه يعني بوتن هيزلنا ولا ايه مش واخدين منهم نفط وحنصعد ضد الروس لان البنك المركزي الروسي ده هو اللي بيحرك الجيش الروسي وهو قوة الدفع الحقيقية مش القادة مش بوتن مش اي حد هو ببنك المركزي الروسي ده كل ما بيخشوا له فلوس الحرب هتفضل شغيرة احنا هنقطع الفلوس اللي دخل الروسيا دي عن طريق النفط حقيقة ان القرار ده حصل فين قسمات كتيرة جدا وعزو اقولك ان اكتر من دولة حصلت على استثناء مثل الماجر مثلا سلوفاكيا دول كتيرة قلتلك لا انا مش هينفع اطبق القرار ده عندي ففي خلاف بس القرار موجود حقيقة ده ادى لارتفاع اسعار النفط ومن ساعة الاجتماع ده ما حصل فضل سعر النفط يرتفع اكتر واكتر وعلى فكرة عمال يرتفع يوميا يعني خد بالك كده اول امبارح طلع خمسة دولار امبارح طلع دولار والنهاردة طلع دولار عمال يرتفع كل شوية بدون توقف فالموضوع ده خطير على الادارة الامريكية نفسها اللي اصلا بتعاني من قلة الشعبية وبتعاني من تضخم موجود الامريكان اول مرة يشوفوه من اربعين سنة عاوز اقولك ان الادارة الامريكية شعبيتها بتنخفض لان الاخر استطلاع الرأي طالع من السيانان بيقولك ان جو بايدن نسبت قبوله لدى الشعب الامريكي في محاربة التضخم او ادارة الاقتصاد وصلت 33% او 34% ده رقم يعتبر من اسوأ رؤساء الولايات المتحدة الامريكية قبولا لدى الشعب الامريكي وعاوز اقولك ان الشعب الامريكي رافض اجراءات جو بايدن انا ليه قلتلك المقدمة دي كلها قلتلك المقدمة دي كلها عشان تعرف ماذا الخطورة قدية وحنم نتكلم على موضوع خطير ان امريكا في عنصر شعب تحكم فيه هو النفط والعنصر ده بيدرب الاقتصاد بتاعها والاكتر ان امريكا مش عارفها تتآمر عليه امريكا مش عارفها تتحكم في النفط ولا تتآمر ليه لان الموضوع او السوق ده بالذات مش في ايديها ده في ايد السعودية والامارات وروسيا والحقيقة ان علاقة جو بايدن بالسعودية مش قد كده لما طلعت عاز اقولك ان الامريكان صحيح بيحملوا الادارة الامريكية كل الاخطاء اللي بتحصل فيه اسعار النفط والتضخم وكلام ده كلهم شايلين جو بايدن هو وحزبه الليلة وقال لك هما السبب ماشي بس خد بالك ان تاني بند شايفه الشعب الامريكي لارتفاع اسعار النفط هو الحرب في روسيا واكرانيا بعديهم اوبيك سايفين ان اوبيك لها دور في رافع اسعار النفط دع البيت الابيض منظمة الدول المنتجة للنفط اوبيك الى ضخي مزيد من النفط الخام في الاسواق بهدف تعزيز استقرار اسعار المشتقات النفطية ووفقا لبيان البيت الابيض فقد طلب الرئيس جو بايدن من المنظمة تخفيف مزيد من القيود على انتاجها وان ما اتخذته من قرارات في هذا المجال غير كاف بالنسبة للادارة الامريكية التي اوعزت الى لجنة التجارة الاتحادية الامريكية بمراقبة ما سمته التصرفات غير القانونية التي تؤثر على اسعار البنزين الاخذة في الارتفاع في الاسواق الامريكية الحقيقة الحزب الديموقراطي يفكر فكر ظريف شوية ولكن لا احنا منسكتش باقى اللي بيحصل من السعودية ده لان السعوديين يعتبروا كده بيساندوا روسيا بشكل غير مباشر والكلام ده ما ينفعش اعضاء الحزب الديموقراطي في ابريل اللي فات بعتوا خطاب لجو بايدن وقول لأ اعدل لنا بقى اللي علاقات مع السعودية كده عشان الموضوع مش حيمشي السعوديين انت عملت اتحايل عليهم بعتلهم جاك ساليفن بعتلهم انتوني بلينكن بعتلهم حتى وزير الدفاع ورافضوا ان هما يستقبلوه وحتى جو بايدن نفسه حاول يكلم وليه العدل السعودي وليه العدل السعودي رفض ان هو يتلقى للاتصال اكتر من مرة الموضوع ده حزب الديموقراطي مش هيسكن لأ على فكرة طول من حزب الديموقراطي بيبان ان هو بيحارب السعودية طول ما شعبيته ممكن تتعدل شوية ليه؟ اولا هو هيوجه اهتمام الامريكان ان السعودية هي السبب مش احنا واحنا عاوزين نجيبلكو الحق وعاوزين نأذي السعودية خلاص؟ حقيقة جو بايدن حاول ان هو يتحرك بشكل منفلد وقام باعت اكتر سلاح ليه وهو وليام بيرنز وليام بيرنز ده رئيس مخابرات المركزية الامريكية بعتوا ان هو يقعب مع ولاية العادة السعودي الامير محمد بن سلماني والحياء ان كل التقارير اللي طلع ان وليام بيرنز احرص تقدم كبير جدا في المحادثات مع ولاية العادة السعودي فيعتبر كده ان فيه انجاز وده اللي ركزت عليه صحيفة والسريت جورنال اللي قالت بالفعل ده فيه انجاز والعلاقات السعودية الامريكية ماشي قويس الا ان حزب الديموقراطي مبارح فاجئ الجميع وقال لك على فكرة بقى احنا هنصوت على قانون نوبك ايه نوبك ده؟ نوبك ده اللي هو نوبك ده اللي هو مفيش أوبك او نوبك هو اسمه كده نوبك يعني نوبك يعني ايه نوبك او نوبك؟ يعني يا بشا ان انت هتحاكم منظمة أو اعضاءها بما فيهم السعودية وروسيا والامارات والناس دي كلها تحاكمهم قدام المحاكم الفيدرالية الامريكية انت بتخيلت ديه؟ ده قانون خطير جدا انت كده يا بشا بتاخد مرحلة تصاعدية ضد السعودية بشكل طبيعي المناقشات التي دارت في جلسة الاستماع في اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في مجلس الشيوخ تظهر ميلا واضحا لعالة النظر في القوانين الراهنة الخاصة بمكافحة الاحتكار وهو الباب الذي يسعى مشارعون الى الولوج منه لاعتماد مشروع قانون منع التكتلات الاحتكارية لانتاج وتصدير النفط المعروف اختصارا بنوبي بس حزب الديو اقراطي معزور هو شايف ان السعودية ماشية بمخة ومش بصالهم اصلا وما ينفعش كده وجو بايدل اصبح ضعيف جدا وكل الاجراءات اللي خدها فشلت مع السعودية فقالك حق بدراعي بقى واحنا الحزب واحنا اللي بنحكم والرئيس ده شكله مش عارف يمشي البلد فاحنا اللي هممشيها اعرض لي نوبيك على مجلس الشيوخ الامريكي الحية ان رويترز انبارح عملت كده او نزلت مقالة تحليلية ايه نوبيك القانون ده كويس ولا واحش المقالة بتاعت نوبيك اللي كانت نزلة كانت بتتوقع او شبه بتشير ان القانون ده ممكن ما يعديش في مجلس الشيوخ الامريكي ليه يعني اصلا انت لو هتعدي هل هتعدي من الجمهورين الجمهورين مش شايفين نفس وجهة النظر حزب الديمقراطي فهل الجمهورين حيوافق على حاجة زي كده ولا مش حيوافقهم الحقيقة القانون ده كان حيتعرض مبارح يوم الخميس فانا حسيت من مقالة اوبيك ما عاشت ده اعتقاد شخصي يعني ممكن حضاك تيرى مقارة متشوفش كده بس انا اعتقاد شخصي ان انا حسيت القانون ده ممكن ما يعديش يعني لان رويترز نفسها بتقولك تداعيات القانون ده على الامريكان خطيرة جدا اولا انت لما تيجي تحاكم السعودية قدام محاكم الفيدرالية مين قالك ان السعوديين مش هيحاكموا الامريكان هما كمان مثلا او مين قالك ان السعودية مش هتاخد اجراء مقابل للاجراء ده لان نوبك ده اتعرض في 2019 ومان يعني كان اتعرض على مجلس النواب الامريكي واترافق فما عداش والسعودية ساعاتها هددت في 2019 لو نوبك ده عدى حنبيع النفط بعملات اخرى وحنقثر على الدولار الامريكي ونفق بقى البيترو دولار ده ده على فكرة ده كان انزال رسمي من السعوديين فالحقيقة الاقتراح ده خطير تاني حاجة لو انت عاوز ان انت تعادي السعودية مش ده انسب وقت تعمل كده يعني انت عندك حرب دايرة في روسيا واوكرانيا هتختار نفس الوقت ده ان انت تحارب فيه حليف ليك حتى لو انت مختلف معايا بس حليف ليك في الوقت الخطير ده ده حيبقى وقت خطير جدا وصعب جدا خاصة ان بعد كده انت هتبقى رد فعل ومهما خد وعملت اجراءات وحاجات زي كده مش هتكون في نفس القوة اللي ممكن ترد عليك بها السعودية التوقيت خطير اه عواجبه كتير الكلام ده كله اكيد المشارعين الامريكان هيفكروا في كده قبل ما يوافقوا عالقانون يعني الناس دي على فكرة مش مش هينة يعني دي ناس كبيرة نعاوز اقولك ان القانون عدى في مجلس الشيوخ الامريكي وتم الموافق عليه 17 نائب وافق مقابل اربعة رافضوا على فكرة دي جلسة تشريعية يعني ما بقولكش تم العرض على كل مجلس النواب لأ تم العرض في جلسة تشريعية وافقوا عالقانون ده الجريب ان نواب جمهوريين ونواب ديمقراطيين وافقوا عالقانون تصعيد غير طبيعي ثم كل ما تفعله هو تفعل الناس الامريكي الناس التي يحتاجها لتفعل الناس الناس في كل حياة الناس وان اعلم ان هذا ليس تفعل هذا ليس تفعل ذلك أحنا ليس منوتة ًا ن row 36 سوري جلسة اما هذا انت Hرف أكبر有一ان أجل شوạnh ركلاよね أكبر أن تن collaborative جلسة أكبر أكبر تنمه نعم القانون ده لما يتم الموافقة عليه في الجلسة الشعائية بتاعت مجلس النواب دي هيروح فين؟ هل هيتعرف بقى المجلس الشيوخ بالكامير؟ او بعد كده يطلع على مجلس النواب ولا يطلع على الرئيس الامريكي ويطلع بيطلع بيطلع الحقيقة عاز اقولك وافجرلك مفاجئة لان رويترز نفسها وهي بتقول الخبر بتقولك احنا مش عارفين الخطوات الباقي اعتباقي هل هيروح هنا ولا يروح هنا بس اللي فصل الخبر ده بلومبرج بلومبرج قالت لك القانون ده اتعمل في 2007 واسمح بقى الكلام مش كان ده خطير جدا القانون ده عدى من مجلس النواب في 2007 قام الرئيس الامريكي اعترض عليه فيتو بلا كباش القانون ده مامشيش لان لو مشي يعني هيئزي العلاقات مع السعودية ويئزينا واحنا مش في حاجة لحاجة زي كده دلوقتي ده امتى 2007 نلقص ما كانش في حرب عالمية على الابواب مثلا فمعنى كده القانون ده ممكن يروح ببيت لابي وحتى لو راح مجلس النواب الرئيس الامريكي من حق ان هو يعترض عليه بس كده او كده راح لمجلس النواب او راح لبيت لابي هو تابع الرئيس الامريكي دلوقتي او تحت ايد جو بايدن فهل جو بايدن يكون له رد فعل على الموضوع ده ولا لأ بحية طلقت جين ساكي متحدثة باسم الرئاسة الامريكية وقالت على فكرة احنا بندرس تداعيات القانون ده لان له تداعيات خطيرة دلوقتي على السوق لان الموضوع اصبح خطير بس قالت ان جو بايدن بيفكر في الموضوع وحيشوف الوضع يمشي ازاي الموضوع ده له سيناريوهين ملهمش تالت يعني اوز تسمع من اخوك بقى هم سيناريوهين ملهمش تالت خالص ايه اول سيناريو اول سيناريو ان الحزب الديموقراطي بيوزع للرئيس عشان يجيب جون يعني اخوك بايا لك انا جيت قلتلك هنا ان جو بايدن بعت رئيس المخابرات المركزية الامريكية للسعودية واحرص تقده فممكن دي حركة ان هو ايه بيجيب جون بقى ويوريهم شفتوا يا جماعة انا بصلح العلاقات ازاي ده حتى الحزب الديموقراطي اداني قانون وخلى تحت ايدي وانا رفضته ايه رأيوكو بقى تطلعوا اسعار النفط واتمنجهوا السوق والكلام ده كله عشان انا حبيبكو انا وانا هقرب منكو بالحركات اللي انا بعملها دي مثلا لان وول ستريت جونر قالتلك لاول مرة يتم احراس تقدم في العلاقات الامريكية السعودية فالراجل عاوز يكسب بنت او او الراجل يمشي على كلامه في بعض خطباته اللي قالك انا ممكن اوقف اسعار البترول دي وليه اكتر من طريقة وممكن تكون دي طريقة من الطرق هنا انت قدام سيناريو قاتل يعني انت هنا قدام سيناريو مش طبيعي لان هنا جو بايدن هيصعد منها ان هو هيطلع الاخطاء ويقولك احنا بنحارب عدو جديد بشكل مباشر وهو السعودية وهيقول علي وعلى عدائي بس انا استبعد السيناريو ده شوية ان هو يصعد ضد السعودية في الوقت ده هيكون مستبعد شوية بس امشي معاك يعني الراجل لو خد القانون ده ومضى عليه وحيحاكم السعودية قدام حاكم الفيدرالية ممكن منها ان هو مثلا حيوفي بوعوده الانتخابية مش انا جيت هددت ان خلي السعودية جزيرة معزولة مش انا اول حاجة اهو هحاكم السعودية انتهينا بتتكلم على بلد مش تتكلم على محاكمة ولاي العهد على البلد نفسها كلها كده باش توقف قدام محاكم الامريكي موضوع خطير جدا فالموضوع خطير جدا والموضوع مش سهل طيب انا هشرح لك بس القانون ده بيعمي ليه بالزبط هو القانون ده بيستند على بند في القانون الامريكي بيمنع الاحتكار فبيقولك ان منظمة اوبيك دي بتتحكم في اسعار النفط خاصة ان لسه من ساعتين من ساعتين بالزبطة قبل ما اصور كان فيه اجتماع لأوبيك النهاردة رس خد بالك ان اوبيك دي بتا اجتمع مرتين في السنة في فيينا فاجتمعوا في اوبيك والاجتماع ده حصل لمدة ربع ساعة 15 دقيقة قالك يا باشا الاسعار مية مية وكل حاجة زي فل احنا نمشي طب يا اوبيك حضرتك انت دلوقتي الاسعار عملا تشتعل قالك لا لا هي كويسة كده ومشوا ولا هيزودوا انتاج ولا هيرفعوا اي حاجة وخلاص معنى كده ان الاسعارها تفضل ترتفع ووبيك مش تتحكم معنى كلمة اوبيك ايه اوبيك دي منظمة اتكونت في 1960 كان ابرز اعضاء في الوقت ده اول مؤسسين هما في نسويلا السعودية ايران الكويت انت بتخيل دول ممكن تشوفها دلوقتي بعيدة عن بعض معادة السعودية والكويت بس هما دول مؤسسين انضمت ليهم بعد كده باقي دول الخليج يعني عندك بقى الامارات قطر ومعهم ليبيا معهم غينيا معهم الجابون يعني اصبحوا دول كتير بعد كده منظمة اوبيك دي كانت بتتحكم فقط في 40% من انتاج النفط و80% من الاحتياطي العالمي بس حبت انها تتوسع وضمت بعد كده ابرز تايكون وهو الروس واصبحوا 23 دولة بيتحكموا في انتاج النفط بشكل كبير جدا ولو خدت بالك هتلاقي ان امريكا والصين هما اكبر مستوردين ومستهلكين للنفط فدول اللي مأزين قوي من اسعار النفط حتى لو الامريكان عندهم قدرة على انتاج النفط بس برضو مش متحكمين في الاسعار زي ما حضرتك فاكر فالموضوع ده خطير شوية الموضوع ده مؤذي الامريكان بس تاني انا متوقعش بس انا مكنش متوقع ان الكنون هيعدي قصة بس لو عدى ما توقعش ان جو بايدن هيصعد ضد السعودية دلوقتي مش في مصلحته ما عندوش الامكانية ان هو يخوض الحرب دي دلوقتي لانها حرب اقتصادية ممكن تقلم امريكا اكتر السعودية ممكن تنزل الانتاج تا مش ترفع الانتاج احنا هنزلهولك بقى فحيكون في رد فعل الامريكان مش قده هيشوف اقوى اقتصاد في العالم ممكن ما يكونش قد تداعيات القرار تهم لان السعودين جدين هتيجي تقولي طب والسعودية ما هددتش ليه انها ممكن تبيع النفط بتاعها بعملات اخرى ما هو مطلعين القانون اهو هقولك لأ لان السعودية اصلا اعلنت خد بالك الكلام السعودية اللي طالع دلوقتي كلام خطير مش محتاجين هم يهددوا اصلا السعودية على شعر السعودية هتستضيف رئيس الصين السعودية بتعمل تحالفاتها اللي هي شايفاها والكلام كله اللي طالع كلام خطير جدا الموضوع هيمشي ازاي هنشوف بس في الاخر احنا عرب واحنا مع السعودية ومع الامارات ومع الخليج ومع الخليج كله وان شاء الله ربنا هينصر العرب وان شاء الله ربنا هينصرنا ورب نصر مصر وتحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة